وجود فكر واعي عند كل اب او كل ام في البداية ان يبقى فيه مكتبة لاولادي على حسب المراحل السنية والعمرية ده انجاز لما بنيجي نتكلم عن علمان محاضرتنا وازاي تبقى فيه طفولة واعية وازاي يبقى عندنا اطفال فعلا متميزين مفيش طفل مش متميز وتيجي الام بتقول لك لا ده عناد ابن لازينا ده طالع الاهله انا عارف اواخد جينات اهل ابوه مش اهلي لان انا اهلي طيب اهل ابوه ولا لا لا ده مش عارف اقول لك لا مش صحي خالص مفيش طفل مش موغوب مفيش طفل مش متميز مفيش طفل مزكي واطلع طلع منه الزكاءات الستة واحنا زودنا اتنين كمان فبقوا الزكاءات التمانية لكن فيه ام او اب او مربي ماهوش فاهم طبيعة المرحلة مش فاهم خصائص المرحلة دي بتمشي ازاي واتعامل مع ابني ازاي فيه عدم وعي كافي او معلوماتي خاص اتعامل ازاي مع طفل واطلع اطلع الابداع اللي فيه احنا مره عملنا ورشة عمل احنا كنا بدقين هقولنا من سن تسع سين كان سن تسع سين ده مجاسفة بالنسبة لنا يعني كنا بناخد من 12 عشان نعرف نتفاهم لأ كان فيه بقى طفل سبع سنين هو اخو بنوتا من اللي حضرة اللي عندها تسع سنين اعلى معيار انجاز كان بفرش العمل كان من الطفل وعنده سبع سنين حتى المشرفات اللي كانوا موجودين ما جابوش نسبة معيار الانجاز وكيرف اللي كان طالع مقرب للثمانين في المية من الطفل ابو سبع سنين احنا اللي مش عارفين نطلع الضرر والالماس اللي في قلوب وعقول اولادنا ما احناش عارفين يعني ايه دهرج الفكرة ستين اداة من ادوات التفكير المفروض ان انا بتعامل معها يعني ادوار دوبونو كان بيقول نشتغل من ثمان سنين وتسع سنين عليهم انا بقول للجربي من سبع سنين وحتدعيني ستين اداة من ادوات التفكير ان انا منها فكرة فيش طبعا هنا لا ايه اه ممكن ممكن نشرحه هنا عليش اسلام بقى حاجه اسمها البي ام اي دي اداة واحدة من ادوات التفكير وبنقول كده ان يعني ايه ازاي ان احنا انت الاول سمعين سوتي ولا محتاجين الماي ها الناس اللي ورا سمع سوتي ولا اخد الماي تمام شكرا حمزة يالله بنا علي سوتي كمان ايه والله حاضر انا بزعق ما تقلقيش علي سوتي لما باجى واخد حاجه اسمها ضحرج الفكرة يعني ايه ضحرج الفكرة يعني انا عندي فكرة وبسأله وانا اتجربها مع البنات اللي موجودين معانا شنطة الجويس معانا شنط الجويس لما هناخد البنات تعملوا معانا تعملوا معانا حاجه توحفة قوي اه وانت كمان معانا وتلاكش لما باجي اقول اي موضوع او اي حاجة بتكلم فيها فيها ايجابيات وفيها سلبيات وفيها حاجة اسمها البو البو ده كان الدب بتاع الهاني العسل اللي بنجيبه في الكرتون بتاع الاطفال كانوا مسمينه بو البو دي هي الفكرة المبدعة اللي ممكن ما تخترش على دماغي اصلا وانت كمان هتيجي هاجبكو كلكم لما باجي اقول فكرة مثلا وندي المثال للمعتاد احنا دايما بنقول لو الاوتوبيسات او مواصل المواصلات العامة مفهاش كراسي الايجابيات في حاجة زي كده والسلبيات وايه الحاجة المبدعة اللي ممكن نستخلصها لو نقول ناخد من الامهات الاول وبعد كده ناخد من الاولاد العساسيلي الاماميري التحفيني للجوم النهارد ده لوش عايز اقولك اجمل محاضرة على قلبي النهارد لو عملنا الباص المتربوس كله المتربوس كله يا بنات او يا اولاد ويا شباب ويا ابطال مفهاش كراسي الايجابيات اللي تحصل لنا في حاجة زي كده مين يقول الله 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 هيبقى عندنا عدد اكبر عدد اكبر ايه كمان الكل هيبقى واقف طب ايه الايجابيات ان الكل واقف نحرق سعرات حرية مثلا مسواه حلو ماشي مسواه يعني مسواه كله هنبهدلكوا تقفوا على رجليك اه نصبر لحد اما تيجي حطى مثلا الصبر نتعلم الصبر ماشي عايزين السلبيات يلا نخش على السلبيات بس هو كده خلوا بالكو بقى انا بكلم الامهات هنا لما اجي اعمل انا بعملكم الوقت حاجة اسمها عصف لما باجي اتكلم مع ابني في موضوع او باخد رأيه في حاجة ما جيش هقوله ايه طب يلا انقل على اللي انت عايز قطعت حبل التفكير يعني احنا كان ممكن نكتب كمان ايجابيات يتقطع حبل التفكير لما قولك ايه خلاص يلا ننقل على السببات ها مخيك بتجيله مش عره هو كده خلاص خلصه مهما تفكري حتى كان ممكن يبقى عندك اه انه فهو اه الشعب كله عايز اولي لكن خلينا خلينا نخش مين اللي عنده اول سلبية تاعب ها بهدلة كله عمال يزوقوا ببعضه بهدلة وزن او بتاع ايه كمان ولو حصل زن اا اكتر ايه اللي يحصل معايا ركزوا معايا بقى معلش احنا هنستأذنكم في المناديل هنعمل بيها فكرة دلوقتي لو انا ها خلينا اجيلكم هنا اهو انت اسمك ايه روان انت اللي قلت يا لولو يا جيمي لو حصل اااا زن اا اكتر صح ايه اللي ممكن يحصل نتيجة الزن ااا ضغط ادي فكرة ضغط ركزوا معايا بناتها عشان حتخليكم تاخدوا جايزة على الموضوع ده ولما يحصل ضغط ايه اللي يحصل استرس عصابنا تتعب حاجة نفسية ايه كمان ممكن نقعد نقع لما يجي يعمل فرامل وماشي الله عالسواقه هنا والدلامش في الدنيا اا ممكن نقع ممكن ايه كمان يحصل لنا امراض ايه كمان ولما يحصل امراض ها بمامشي معايا بالفكرة لما نمرض ويبقى شعب يقول له مريض وتعبان التقدم هيوقف الجاهزية مش هيروح مدرسة صح كده مش هنروح شغل دي اسمها ايه ده حرج الفكرة بيبقى عندي يا روان فكرة كده وبامشي عليها وبشوف تقدمها تمام هو ده البي ام ايه طيب اطلع منين بحاجة ابداعية طبعا السلبيات بقدي زمان كل اللي انتو قلتوه لكن هي الفكرة ان انا لما حب اناقش موضوع مع اولادي انا بتكلم في سني كم سبع سنين اخسن بالله انا اعرف اولاد من سني خمس سنين ومعايز السديهات بتاعتهم ماشي عشان تطلع في الافراح بصوا انطلحها جيبك اسلامي يوم بقى عندي طفل خمس سنين وطفل ست سنين بيفتح موضوع ويجي فيه مقترحات غير موجودة في الكتر غير موجودة اهم حاجة وانا بنائش اولي كعينة دي ده ابني ناسين قدبوا بيسمعوش الكلام واقول واكرر واعملوا هنقولي الكلام ده نعالجه ازاي لكن هي الفكرة ايه كلم قول كنت مرة في مواصلة عندنا في مصر كنت راحه من طريق القاهرة لسكندرين زراعي يعني ريتو سحر زراعي يعني انتو ماشيين ثلاث ساعات ثلاث ساعات وقداني في الكورسين اللي قداني ولد مايكملش ست سبع سنين وابوه حرفيا طوال ثلاث ساعات الولد مابطلش كلام وابوه مابطلش رد عليه دلوقتي فيه فيديو ترند طالع ترند دلوقتي مش عارفه عامل كم مليون الاب يقولك اكتر قب صبور الاب بيزين طرطة والبنت عملت اقوله انت بتعمل ايه قال لها بزين الطرط انت بتعمل ايه بزين الطرط انت بتعمل بزين الطرط انت بزين الطرط قال لها بيتحولي عشرين تلاثين مرة حرفيا الولد في المواصلة ده ايه وانا سامع انا شامم ريحة كوتش بتحرق قالوا ايوا قصوا معمول من كذا والعلمك بقى المطط لما بنسخانوا قوي وبعدين نجمدوا ونيجي نعملوا بيكلموا في كيميا وفيزيا والتعسين ست سنين سبع سنين ضحرج الفكرة لو انا اشتغلت في الادا دي صح فعلا مع اولادي انا هطلع طفل يحكم العالم انا هطلع مش رئيس جمهورية رئيس العالم كله انا هطلع عندي طفل وطفلة مفيش حد اسمه يبقى ابني بيتنمروا عليه لا عارف يتكلم عارف يعبر عن نفسه عارف يقول ده غلط وده صح اصلا عندي ابني العيال صحابه منين ما يقولوله فهو ماشي تابع لا لو بتحور بالشكل بتاع ضحرج الفكرة ايه اللي يحصل فيها لو بعمل كده تأكد ان ابنك هيبدا موسيقى